وللمزيد ينظم إلينا من تورونتو مباشرة سيد زهير السراج الكاتب والصحفي أهلا سهلا بك معنا سيد زهير في هذا اللقاء إذن تفاعلات التواصل الاجتماعي وشهود العيانة الذين رصدتهم كاميرا اليوم كلها تشير إلى بيع مواد غذائية في الأسواق كان يفترض أن تكون بالمجان لدعم المحتجين ما هو تقديركم للموقف؟ وفي حقيقة الأمر بيع المواد الإغاثية والفساد في موضوع الإغاثات أمر مستمر يحدث بشكل مستمر على طول لدريد أن هناك طرفة تحكى أنه عندما تكون هناك حالة إغاثية أو حالة تستدعي وصول إغاثات أجنبية إلى السودان فإن المسؤولين تفتح لهم صالة كبار الزوار في مطار الخرطوم ويقيمون بها في انتظار وصول الطائرات في الحصول على الإغاثات واحتكارها ثم تسريبها إلى الأسواق الزائر للأسواق الطرفية في ولاية الخرطوم أو في أي مدينة أخرى بمدن السودان يمكنه أن يرى المواد الإغاثية تباع بشكل مباشر في عبواتها الأصلية وهي مكتوب عليها ليست للبيع وحتى الأدوية التي تصل لإعانة مرضى وفقراء في معسكرات نازحين أو لجوء أو غيرها تتسرب إلى الأجزخانات رغم أن هذه الأدوية غير مسجلة ولا يصح قانونا بيعها وهناك الكثير من القضايا التي رفعت في هذا الشأن ولكنها كالعادة انتهت وهناك كثير من لجان التحقيق ماتت قبل أن تحقق في شيء لسبيل المثال سيد زهير ربما هذا يقودنا إلى السؤال عن حجم الفساد في السودان إذا كان الأمر كما ذكرت ما هو حجم هذا الفساد وما هي إمكانية رصد دولة لهكذا ممارسات وخرق للقوانين وحجم الفساد كما يعرف الجميع لا نهائي والإغاثة جزء بسيط جدا منه قطرة في محيط فإذا مثلا اطلعت على مؤشرات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية كل عام تجد أن السودان يتصدر القائمة على سبيل المثال في هذا العام في التقرير الذي صدره في فبراير كان السودان هو الرابع دولة من حيث الفساد في العالم ولم تسبقه إلا سوريا والصومال وأفغانستان وظل السودان طيلة العشرين سنة الماضية يتصدر هذه القائمة هذا غير ما ينشر في الصعف العالمية وأحيانا في الصعف الوطنية عن قضايا الفساد الضخمة والكبيرة التي تكتشف الصدفة لأن كثيرا من قضايا الفساد الحقيقة هي مخفية ما يظهر منها في الأجهزة الإعلامية هو مجرد رأس جبل الجليد هناك أمثلة كثيرة لا أريد أن أتحدث عنها ولكن الكل يعرفها طيب سيد ظهر بما أنك تحدثت عن ملف الفساد نسمع عن الفساد في السودان وعن قيام حكومة البشير بين الحين والآخر بحزمة إجراءات لمكفحته لكن لم نسمع أبدا عن اعتقال أحد المسؤولين أو المعنيين بالاطلاع بجريمة فساد من المسؤول عن مكفحة الفساد في السودان والله هذا السؤال إجابته صعبة جدا لأنه مفترض أن تكون المسؤول هي الحكومة لكن الحكومة للأسف هي رأس الفساد وهي التي قادت غيرها إلى الإفساد وإذا أخذت كمثال لذلك ما أثير في الأسابيع الماضية عن اعتقال عدد من القطط السمان التي قصد بها بعض المفسدين في الدولة فنلاحظ في نفس الوقت أن الإجراءات التي اتبعت إجراءات مخفية سرية يعني لم يتاح لديوان النائب العام ولا لوزارة العدل ولا لوكلاء النيابة ولا للشرطة القبض على هؤلاء المفسدين والتحقيق معهم وتقديمهم إلى العدالة وإنما قامت إذن هي إجراءات سورية إجراءات سورية والمقصود بها ذر الرماد في العيون مجرد لامتصاص الغضب الشعبي أو لتحقيق أهداف خفية للنظام لأن النظام هو أس الفساد وقادت هذا النظام هم أس الفساد وبالتالي نتوقع مكافحة الفساد لقد أسست من قبل عدة هيئات وعدت لمكافحة الفساد أو لمحاربة الفساد ولكنها انتهت من حيث بدأت ولم نرى ولم نشهد أي مسؤول يعاقب شكرا جزيلا لك من تورونتو سيد زهير سراج الكاتب والصحفي شكرا جزيلا لك